بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين المهام الأدائية السرشادية الجديدة للمتميز في مادة العلوم الفصل الدراسي الثاني الصف السادس هنبدأ بسم الله تعالى أول مهمة معايا بيقول لي استخدم بنك الكلمات الآتية اللي هي جايبها لتحت اللي هي كلمة التكسف والتبخر والهطول وجريان السطح وفقا للمرحلة الصحيحة من دورة المياه صورة دورة المياه احنا عارفينها ومذكرينها كويس بيقول لي اجف في النهر الضحل طبعا الضحل اللي هو مش عميق أو يعني فطبعا عملية جفاف النهر دي هنسميها تكسف ولا تبخر ولا هطول ولا جريان سطحة أكيد هتبقى عملية التبخر فاحنا هناخد التبخر طب يتساقط السلج بعد ظهر يوم بارد طالما تساقط في حاجة سقطة من السماء يبقى ده إما مطر والمطر بنسميه هطول يبقى عشان كده ده تلجف الهطول يبقى العملية التانية يتساقط السلج عملية الهطول يتشكل الضباب فوق حقل في الصباح اللي هو الشبورة اللي تشوفها في أيام الشتة الباردة بنلاقي الضباب الدنيا مش بينه خالص ده بيبقى ايه اللي بنقول عليها نادة وابنقول عليها شبورة اللي هو الضباب ده بقى بنسميه عملية التكسف لإنه هو بيتكون في المكان ده يبقى دي هتبقى عملية التكسف تسير المياه في النهر إلى أسفل سفح الجبل ثم إلى البحر طبعاً المياه كونها بتمشي في النهر على الجبل وسفح الجبل الأول وبعدين تتمشي من سفح الجبل إلى البحر يبقى دي اللي هي جريان السطحة أو الجريان السطحي أكمل العبارات التالية بالإجابة المناسبة العاملان الأساسيان لدورة الماء هم الطاقة الكذا وقوة كذا دورة الماء لازم يكون في طاقة حرارية إيبقى نقوله الطاقة الحرارية وقوة إيه؟ وقوات الجاذبية اللي هي بتخلي سقوط إيه؟ سقوط الماء يكتسب الماء الطاقة في دورة الماء خلال مرحلة إيه؟ طبعاً يعني عاوز يقولي إن الماء بيجيب الطاقة دي في دورة المياه كلها خلال مرحلة إيه؟ مرحلة التبخر التبخر هي اللي بتطلع له إيه؟ الماء بعد كده وانضح دور المياه والرياح أشعة الشمس في انتقال الطاقة خلال دورة الماء عايز يعرف الدورة بالزبط هنقوله أولاً أشعة الشمس بتعمل لنا إيه؟ بتوفر لنا الطاقة الحرارية طب الطاقة الحرارية بنستخدمها في إيه؟ هي الطاقة الحرارية بتبقى لازمة لإنصهار الجليد اللي هو بيتكون فوق طاقة حرية تخلينا إنصهار عشان ينزل طيب وكمان بتسخن المية علشان المية تتبخر يبقى تبخر الماء السائل اللي هو الموجود في البحار لتكوين بخار الماء اللي يختزن لإيه؟ الطاقة ثلاثة هنقوله برضو شعة الشمس بتفيدنا في توليد حركة الرياح التي تعمل على نقل الماء والطاقة إلى مواقع مختلفة من الأرض دي كانت المهمة الأولى وطبعاً في رابط أسفل الفيديو لباقي المهام محلولة اللي احنا نحلها مع بعض برضو رابط للمهام كلها يعني طيب هنحل التانية المهمة التانية بيقول لي برضو جايب لي مجموعة كلمات وعاوزني أشتغلهم برضو على موضوع دورة المياه من ناحية أكمل نقط الطاقة يحول الماء إلى بخار اللي بيحول الماء إلى بخار طبعاً ده اكتساب طاقة ولا فقدان طاقة ولا جاذبية ولا تكسف أكيد هتوباء ايه؟ اكتساب اكتساب الطاقة هو اللي بيحول المياه نفسها إلى بخار ولا عكس بعد كده طيب عندما كذا بخار الماء يتكسف في صورة سحب يبقى هنا يفقد ولا يتكسف طبعاً بخار الماء يتكسف ويبقى سحب يبقى هنا بيعمل ايه؟ بيفقد بيفقد الطاقة لأن لو الطاقة كانت موجودة معاه ما كانش تكسف ففقد الطاقة فتكسف في صورة ايه؟ سحب تتسبب قوة كذا في هطول الأمطار الجاذبية من غير كلام طالما هطول أو سقوط الأمطار يبقى دي قوة الجاذبية نقط أربعة هو عملية تحول بخار الماء إلى ماء في حالة سائلة يبقى بخار الماء اللي هو الغاز تحول لماء سائلة يبقى دي عملية الايه؟ التكسف من غير كلام عندما يتم كذا سائل أو غاز فإنه يتمدد ويصبح أقل كسافة ويصعد إلى أعلى يبقى دي هتبقى ايه بقى؟ هتبقى تسخين عندما يتم تسخين سائل أو غاز يعني لما نسخنه يعني الطاقة الحررية تنزل عليه الطاقة الحررية أو أشعة الشمس بتسخن أي سائل أو غاز يبقى بتخليها تمدد ويصبح أقل كسافة ويتبخر ويصعد إلى أعلى كلمة تسخين مش موجودة فوق ولكنها هي ممكن تنفع أشعة الشمس لصد أشعة الشمس أو تسخين أو الطاقة الحررية طيب صنف كل وصف لحركة الهواء من الحركات التالية ما إذا كانت تؤدي إلى تكسف أم تبخر يعني أنا أعرف تتكسف ولا تبخر يرتفع الهواء الدافئ ويتحرك فوق الجبال الباردة يبقى ده تكسف ولا تبخر طالما ارتفاع الهواء والدافئ ده وتكون في مكان يبقى على طول نسمي ده ايه تكسف طيب تعمل الطاقة المنبعثة من الشمس على تسخين الطبقة العليا طالما هنسخن يبقى الحاجة اللي هنسخنها هتتبخر يبقى ديه على طول ايه تبخر طيب يتضاءل حجم البركة الموجودة في الصحراء الحارة حتى تختفي يتضاءل يعني قل طالما بيقل يبقى يتبخر ويطلع لفوق يبقى برضو يتهتبع عملية ايه تبخر طيب يلمس الهواء الدافئ الرطب كأسا باردا من الماء يبقى تكون هنا بقى يبقى ده ايه تكسف المهمة اللي بعد كده بيقول لي رتب الخطوات التالية لوصف الظاهرة الظاهرة طبعا اللي هي ايه اللي هي دورة المياه برضو طيب ديه ظاهرة زل المطر فطبعا عايزين نعرف اول خطوة ايه من الخطوات التمانية دول اول خطوة هتبقى يواجه الهواء الرطب سلسلة الجبال شوية هوا جايين يروحوا خبطين في مين في الجبل طب ايه اللي يحصل الهواء بعد كده يبرد الهواء يرتفع الهواء اول ما يواجه الجبل يرتفع وبعد ما يرتفع اكيد طالما ارتفع هايسخن ولا هيبرد ها طبعا هيبرد الهواء يبقى الخطوة التالتة هيبرد يبقى اول خطوة الهواء اللي جاي ده بيواجه سلسلة جبال بعدين يرتفع عشان مش هيخرومها ويعدي يعدي من فوقها فهيرتفع اول ما يرتفع الا يحصل له يبرد طب بعد ما يبرد الهواء طبعا يتكسف بخار مياه يتكسف الهواء ويبقى بخار ايه بخار مياه طيب رقم خمسة طالما تكسف لازم ينزل يبقى يحدس له عملية الايه الهطول الهطول طب وبعد كده بعد كده طبعا يهبط الهواء الهواء نفسه هو اللي ايه هيهبط طب وسبعة سبعة اكيد الهواء ده وهو هابط هيبقى ايه دافئ دافئ اخر حاجة بقى يعمل الهواء على جفاف الارض هتبقى تمانية طيب ادرس الشكل المقابل ثم اجب نفس الشكل الشكل المقابل يمثل ظاهرة ايه اللي احنا شايفينه قدامنا طبعا ظل المطر ظل المطر طب الهواء المواجه للجبل في النقطة واحد اللي هي دي النقطة واحد دي هواء اي ده جاف ولا هواء آآ آآ رطب طبعا هو هواء رطب لان احنا قلنا بارد مش قلنا يبرد الهواء في الخطوة التالتة وبعد ارتفاعه يبقى دي ايه رطب طيب كسافة الهواء عند النقطة اتنين هنا بتقل ولا بتزيد كسافة الهواء طالما هو بيرتفع يبقى لازم اكيد تبقى تقل يبقى منخفضة هتبقى منخفضة طيب درجة الحرارة عند النقطة ثلاثة اللي هي تحت هنا بقى درجة حرارة بقى دي هتبقى ايه عند النقطة ثلاثة هتبقى مرتفعة لانها نازلة. تمام اللي هي بتعمل ايه لان اخر واحدة بتصبح الهواء دافئه انا هو هو وبيعمل جفافة يبقى بتبقى تبقى درجة الحرارة ايه مرتفع يبقى رقم اربعة دي مرتفعة. طب عنده النقطة اتنين درجة الحرارة بتعمل ايه. طبعا بتبقى اكبر منه. اكبر منه. طيب اكمل عبارات التالية من بنك الكلمات برضو على قمة الجبل وعند سفح الجبل ضغط الهواء ودرجة الحرارة وكسافة الهواء بتقل ولا بتزيد عند قمة الجبل طبعا هتبقى تقل ضغط الهواء ودرجة الحرارة وكسافة الهواء تقل على قمة الجبل لإنما كلما ارتفعنا كلما قلت درجة الحرارة طيب وكل والضغط والكسافة طب عنده صفح الجبل بقى ضغط الهواء ودرجة الحرارة وكسافة الهواء عكس بقى يبقى بتزيد يبقى ايه بتزيد او تزداد تمام المهمة اللي بعد كده جايب خمس اجهزة قدامي وعاوز يعرف اسم كل جهاز وبستخدمه في ايه فبيقولي الجهاز اللي انا شايفه قدامي ده اسمه ايه الانيمومتر الانيمومتر طبعا من هو معمول في السماء كده يبقى بخريصه لسرعة الايه لسرعة الرياح تسجيل سرعة هبوب الرياح الجهاز التاني قياس المطر محطوط كده في مكان محطوط في مكان علشان يستقبل المطر يبقى ده مقياس الايه مقياس المطر اكيد بستخدمه الايه تسجيل مقدار المطر في منطقة معينة بينزل سريع ولا بينزل بطيء بينزل كتير ولا بينزل اليه كده يعني طيب الجهاز اللي بعد كده ده اللي عامل زي البصلة ده بنسميه البارومتر البارومتر طب بستخدمه في ايه البارومتر ده قياس الضغط الجوي قياس الضغط الجوي طيب اسم الجهاز اللي جدام طبعا ده قمر صناعي طب القمر صناعي ده خاص بالأرصاد الجوية اللي احنا بحطه فوقه الجمر وبيصور الأرض وبيصور كل حاجة فيها فطبعا الأقمر الصناعية دي بقى بتستخدم في ايه طبعا تحديد المسار المحتمل للأعصير بيعرفنا العصير جاي ازاي آخر جهاز معايا هو ايه بقى هو الترمومتر بتاع الحرارة اللي احنا عارفينه طبعا بيستخدم في ايه قياس درجة الحرارة المهمة اللي بعد كده البطريق الامبراطور والبطريق الافريقي البطريق الامبراطور عايزين كل المواصفات عنه والافريقي نفس الكلام يعني نعمل مقارنة بينهم الامبراطور بيعيش في البيئة القطب الجنوبي اما الافريقي بيعيش في سواحل جنوب افريقيا طيب الامبراطور البطريق الامبراطور اللي عايش في القطب الجنوبي ده طبعا عنده تكيفات تركيبية جلد سميك مغطى بريش علشان يساعده على تحمل البرودة انخفاض درية الحرارة وحمايته من التجمد عشان جسمه ما ايه ما يتجمدش طيب اما ده بقى ده عايش في الحرارة يبقى عكس بقى يبقى قال لي عنده ايه قال لي عنده دائرة من الجلد خالية تماما من الريش ما فيهاش ريش تحيط بكل عين من عينه وذلك لتبريد جسمه عشان يتحمل درية الحرارة المرتفعة طيب حكتين تماما الضبضع السام والسحالي عايزين نقارن بينهم نقول له الضبضع السام ده موجود في الغابات الاستوائية المطيرة الغابات الاستوائية المطيرة اما السحالي تبقى موجودة في الصحراء في الصحاري عموما طيب الضبضع السام ايه التكيفات التركيبية بتاعته قال لي يمتلك اعين كبيرة تساعده على الرؤية في الليل اما السحالي بقى يغطي جسمها جلد قشري بلون الرمال يحميها من الحرارة آآ ويساعدها على التخفي في الرمال. طيب عايزين نوضح اسباب هجرة الطيور. هنقول له هجرة الطيور طبعا بتبحث عن موارد بتساعدها على التكسر والحفاظ على نوعها. وبتبحث عن مصادر غزاء وبتبحث عن موطن جديد تعيش فيها عشان الموطن ضاقة ما تكيفيتش معها بسبب الزروف المناخية. طيب ايه التحديات اللي بتواجه الطيور أثناء رحلة الهجرة الطويلة دي بقى طبعا كتير قوي. منكم نقول له اولا الزروف المناخية القاسية. حالات المفترسة اللي ممكن تكلها وهي ماشية. نقص الغزاء والماء اللي ممكن ما تلاقوش في اماكن الهجرة. مناطق الراحة آآ الراحلة القليلة بس الراحة القليلة بسبب فقدان الموانف. او الموانف. طيب اه هنا بقى وضح اهمية التربة والدور اللي تقوم به التربة في البيئة. طبعا هنا هنعمل حاجتين مش حاجة واحدة. اولا اهمية التربة وبعدين التربة بتعمل ايه في البيئة? يبقى هنقول خمسة. تلاتة للاهمية واتنين اللي هي الدور بتقوم في البيئة. اول حاجة ترشح التربة المياه. يعني بتعمل عملية ترشيح المياه. تمام? اه طب الترشيح ده عبارة عن ايه? عبارة عن ازالة الملوسة. بتزيل الحاجات الملوسة منها. طيب اتنين. توفر للنباتات العناصر الغذائية اللازمة للنمو. يعني المية نفسها بيبقى فيها املاح وفيها مسلا حاجات عناصر غذائية بتفيدوا التربة نفسها. طيب اه تلاتة. يعتمد عليها الانسان في زراعة الماء هصير. اما لا هنزرع فين? لازم نزرع في التربة. وبتوفر الاحتياجات بقى والموارد الايه? الغذائية. طيب اربعة الدور بقى اللي بيتقوم به تعمل على تنزيم درجة الحرارات الارض. واخيرا تعتبر موطنا لعديد من الكائنات الحية الحشرات بتعيش فيها والفطيات بتعيش فيها والبكتيريا بتعيش فيها. طيب هنا جابني مجموعة من المكونات الحشرات والكائنات الميتة والصخور والبكتيريا. بيقول لي عازلنا نصنفها. ليه? حاجات عضوية وحاجات غير عضوية. يعني حاجات عضوية للتربة وغير عضوية. العضوية للتربة ايه? نقول له الحشرات وديدان الارض وبقايا الكائنات الميتة والبكتيريا. كل دو عضو المين للتربة. اما بقى الغير عضوية للتربة نقول له التانين بقى ناخد الصخور وناخد الهواء وناخد كمان الماء. تمام? طيب. اخر جزئية معي في المهمة اكمل المقارنة التالية بالكلمات دي. الفرق بين التربة الصحراوية والتربة في المستنقعات. التربة الصحراوية بيقول لي ايه? خصائصها. تربة رملية جافة. طيب. طالما دي جافة ورملية يبقى دي هنقول له بقى ايه? اه هنقول له عليها طينية. هنقول له طينية. طالما دي ربلية يبقى دي طينية. طيب. المسامية هنا عالية في الصحراوية. ومنخافضة فين? في التربة الطينية. طيب. المسام طبعا الفراغات اللي ايه بتخزن فيها المية والمية بتنزل فيها. النباتات التي تنمو فيها طبعا طالما صحراوية نقول له اعشاب. لكن التربة بقى يبقى ايه اه نباتات واشجار ايه حاجات تقراطة في البيئة. طيب الحيارات اللي بتعيش في التربة الصحراوية الغزلان والقزد الحاجات اللي بتاكل لعشب يعني. حاجات اللي بتاكل لعشب. واللي بتاكل اللحوم برضو. عشان الاسد بياكل ايه لحوم. اما التربة في المستنقعات بقى الحاجات اللي بتاكل الحشرات وتتغزع الحاجات ديها زي الضفادع والبعود. تمام? كده يبقى خلصنا شرح المهام. ونتمنى لكم التوفيق دايما. هنساب لكم رابط اسفل الفيديو. هنشرح بقى المهام. ما تأخلوش علينا باللايك والاشتراك والسلام عليكم وحمد الله وبركاته.